السلام عليكم وأهلاً ومرحباً بكم في مطباق وصفاتي اليوم إن شاء الله غنحضر معاكم سمك السردين في الخلاط الكهربائي واللفلموني نيكس بشكل مميز ومختلف تماماً للطرق العادية بصراحة بنسبة لها الطريقة هادي فهي من ألد وأسرع الطرق اللي يمكن لكم مكيات حضرو بها السردين في البيت ديالكم وكما كان عارفوه بالنسبة لسمك السردين فهو فيه بزاف ديال فوائد الصحية اللي يمكننا نستفدو منا إحنا يا والأبناء ديالنا وبنسبة لأطفالها كياه وكذلك وبنسبة لبعض الناس مكيفضلو شاكيا الرائحة ديال السردين وكذلك مكيبغوشاكي ذاك الأشواك يعني مكيبغوشاكي تناولوه إما بسبب الرائحة ديالو أولا بسبب ذاك الأشواك ولي ذاك الحسك اللي كيكون فيه المهم بنسبة لها الطريقة هادي فكونوا أكيدين حتى لو كنتوا كيعمركم ما تناولتوا السردين وبهالطريقة هادي غاي عجبكم بزاف لأنه كيجي مختلف تماما ومكيجي شاكيا فيه ذاك الرائحة ديال السردين وكذلك مكيجيو شاكيا فيه الأشواك نهائيا المهم يا أحب دائما نطوش عليكم بزاف قبل ما تزوروا الوصفة ديالنا ما تبخلوش علي بلايك ديالكم باش دائما بقابة وصلوا بجديد ديالي كذلك لكتوك تزوروا القناة ديالي الأول مرة مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي اشتركوا في القناة وفعلوا الرراصة تنبيهات باش توصلوا دائما بكل جديدي وكما تعودنا دائما قبل ما بداوا أي وصفة منسوش صلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وده بخليكم مع المقادير وكيفية تحضر بسم الله على بركة الله في الوصفة ديالي يوم شاء الله غنحضر معكم سمك السردين بطريقة سهلة ومميزة المهم بالنسبة للسردين ديالي فأنا غصلته يعني انضفته من قبل وكذلك هنشارك معكم طريقة ديال التنظيف المهم بالنسبة للسردين يمكن لكم ديروا هدالي كيكون غليض ولا هدالي كيكون توصد وبصراحة نصحكم بالسردين اللي كيكون غليض لأنه كيكون أفضل المهم كما ذكرت لكم غنشارك معكم طريقة ديال التنظيف السردين ديالنا كنحيدولو ذاك البشر ولا ذاك القشور اللي كنديروها كيفية في الماء وكنقرطوه بحلى شكل هدايا يمكن لكم استعنو هكيب شي سكين ولا بي الملعقة كميم كلكم ديرو غير ليد ديالكم المهم كل واحد كيخدم كما حب أو من بعد كنفرطوه كنحيدولو ذاك نصرا ديالو كذلك ذاك السنسور اللي كيكون داخل المهم بالنسبة لطريقة عارة سهلة أنا فقط كنبغيك نشرح المبتدئي اللي كيحضروك الوصفة الأول مرة كنشرح لهم الوصفة من الأول وبنسبة للناس اللي عارفين يعني عارفين بالسردين ورا كنحيدولو القشور ديالو وكذلك يعني كننضفوه بشكل جيد المهم يا اي حبائي كنحيدولو السنسور بحلى شكل هدايا فطريقة عارة سهلة وهدا هو السردين ديالنا بعد ما نضفتو المهم في هاد المرحلة اللي كنحيدولو البشر ديالو كذلك السنسور ما كنحاولوش نغسله مرة تانية يعني ما الأفضل تغسله في اللول مزيان ومن ايك تنضفوها كيب لما تغسله بشكل كيب يحافظ على الطيبة ديالو كذلك هنا يا غنوريكم كيفاش كنحيدولو دك الشوك ولا دك الحسك اللي كيكون كبير اللي كيكون كيب جوانب فانا كنستعنا كيب سكين وكنكرطو بحلى شكل هدايا بصراحة كيتحيد بكل سهولة كذلك كنحيدولو دك جنوحي اللي كيكونو في الواسط ولا دك الريش بحلى شكل هدايا المهم بالنسبة لطريقة ديال التنضيف رأسه هلا وسريعة كما اذكرت لكم وايضا كنحيدولو هاد الديل ولا هاد الشويل المهم كننضفوه بشكل جيد غير دك الحسك اللي كيكون داخل ورا ما كنحيدوه شكنحيدوه غير دك الحسك اللي كيكون كبير حال اشكل هدا وهد هي الحبة ديالنا بعد ما نضفتها فبنص طريقة غندوز على الكمية اللي عندي كاملة وبصراحة بنسبة لها الطريقة هادي فهي من اسهل واسرع الطرق اللي يمكن لكم اكيا تحضرو بها السردين ديالكم وبنسبة لكمية فمسيت ما اذكرت لكمش فاني عندي هنية كيلو ديال السردين وكما اذكرت لكم من الافضل ديروه كيا السردين اللي كيكون كبير كيكون اكيا ساهل في التنضيف ديالو وحتى بالنسبة لحبات يعني ما كيكونوش ازال يعني الضغية كنساليوه يعني عكس السامك الى كان صغير وبصراحة كيا اخوض لي يدك كيا وكتبقى كيا كل حبة خصكم تنقيوها مزيان لهذا كان نصحكم ديرو خصوصا فهد الوصفة هاتي نصحكم ديرو السردين يكون كبير شي شوية المهم يا احبا اي غانستمرو بنسبة طريقة كننضفو هنا كما كتلاحظو معاي كنقطعو السردين ديالنا الطريفات صغار ولا مكعبات يعني غير بشكل عشوائي على شكل هدايا على بركتي الله وفد المرحلة هدي غانحتاجو حبة ديال بايل اللي كنديرها في الخلاط الكهربائي ولا في الكس ديال مونينيكس وقندوزو انشاء الله باش نطحنو السمك ديالنا ولا السردين فالمرحلة هادي ما كنكتروش كمية كما كتلاحظو معاي تقريبا كان ديرا كي واحد جوج ديال السردينات وكنسدو المونينيكس ديالنا وكنخليو داك الفتحة اللي كتكون في الواسط ما كنسدوهاش وكنبدو نطحنو والمونينيكس ديالنا كالطحان وحنا كنضيفو غير شوية بشوية يعني ما كنضيفوش كمية كتيرة باش هكي المونينيكس ديالنا تطحن معانا كما كتلاحظو معاي هي كتطحن وانا كننزل القيطع بحالي شكل هدايا المهم بالنسبة لطريقة رساهلة تابعوا معاي جميع التفاصيل باش تفهمو هنا كما كتلاحظو معاي بالنسبة لخلاط رابائيين كيطحن انا كامغين شارك معاكم جميع التفاصيل يعني ما كنخبيع لكم والو كل مرة كنضيفوكي القيطع ونونينيكس كتطحن بحالي شكل هدايا حاولو فاد المرحلة هادي ما تديروش كمية كتيرة باش هكي المونينيكس ديالكم نيكة توقف وما كتبداش تطحن معاكم كنحبسو وكنحركوكي بشي ملعاقة ولا بشي سباتيلة بحالي شكل هدايا كما كتلاحظو معاي بنسبة لسمك ديالنا رام طحون يعني اكي على شكل كريمة وكننرجع وكنخدم الماكينة مرة اخرى ولا تطحنة وما كنضيفش يعني مرة اخرى للقيطع غير كنخدم الماكينة كما كتلاحظو معاي رباينة كتطحن منيكة تحبس بحالي شكل هدايا ارا ما كنزيتش نضيف القطاع ديال السامك كنحيدو هاد الكمية هادي كما كتلاحظو معاي اللي اتطحنت بشكل جيد ولا تكي بحال كريمة وكنضير حبة ديال البيض اخرى وكنطحن بنفس طريقة المهم بالنسبة لكيلو ديال السابدين فانا قصمتوه على ثلاثة لهذا احتج ثلاثة ديال حبات ديال البيض كل مرة كنضيف القطاع غير شوية بشوية حتى كتبالي اكيا الماكينة ما بداش تطحن يعني اكيا بحالي حرنات ولا وقفت كنحركو اكيا بشي ملعاقة ومن بعد كنكملو بالطحين المهم حولو اكيا الماكينة ديالكم نتوقف ما تزيدوش تضيفو السردين وهدا هو السردين والسامك ديالنام بعد ما طحنتو كما كتلاحظو معاي كيوالي اكيا بحال كريمة فالطريقة رأس سهلة ما عليكم الا تتبعو جميع التفاصيل بصراحة بنسبلها الطريقة هدي فايكا الطحن السردين بشكل جيد حتى داك الاشواك اللي كيكونو الداخل كما ذكرتلكم بلا ما تحيدوهم ركا يتطحنو مزيان بحالي ما كيفقوش بينين نهائيا فالمرحلة هدي كنضيف حبة ديال الباصع اللي كنقطعوها طريقة صغارة كذلك هنضيف شوية ديال القصبر والبقدونس يعني خاليط ما في القصبر والبقدونس لقطعتهم واحد جوج ديال الفصوص ديال التوم يمكنكو ما كي يتطحنوهم ولا تبشرو ما كياك ما حبيتو ايضان غنحتاج ملعقة صغيرة ديال الملح والملح كتبقى على حسب الدوق ملعقة صغيرة ديال الكامون ونسمع ملقة صغيرة ديال الحار الحار كذلك يبقى على حسب الدوق نسمع ملقة صغيرة ديال البابريكا ولا الفلفل اللي حلوة مطحونة شوية ديال الفلفل اسود يعني حت القبصة صغيرة ما كان كتروش ولا الابزار الكوركوم ولا الخرقوم وشوية ديس كنجبير ولا زنجبيل حتى هو ما كنكتروش كندروه غير قبصة صغيرة وهدا هو من المكونات اللي غانحتاج كنحركوه مشكل جيد باشا كي كيدخلو في السمك ديانا حالي شكل هدايا فاض مرحلة هادي غانحتاج جوج ديال كووس ديال الرز اللي سلقتو يعني تاطب مع شوية ديال الملحة بالنسبة النوعية ديال الرز فانا استخدمت الروز القلاسي باشا كي من كي يقي بكي يبقى كي حبة ما كي تعجج وكي ما اذكرت لكم غانحتاج جوج ديال كووس بقياس كاس العنبه اللي كيزين 150 ميلي طرب السوائيل وكي نخلطو شكل جيد وكي ما كتلاحظو معي فادوال خاليد ديالنا كي وليا كي شاد راسو حالي شكل هدايا فاد المرحلة هادي مباشرة غاندوزو باشن نكملو على وصفة ديالنا ولا نطيبوها كيميمكلكم تغطي وكي الخاليد ديالكم ودخلوه لجاير تح وتشرب العناصر انا صرحة بنصبه لوصفة فانا حضرت تحت الليل اللي هدا زربت عليها شي شوية يعني مباشرة دستطيبتا وبنصبه لها الخالط هدايا ولهاد السردين اللي درتوه في تلاجع يعني غرف الجاية تحتانية فهو كيتماسك اكتر المهم هو رابعين رام تماسك ولكن را كي زيدي تشرب فالمرحلة هادي كيكون عنا مقلات اللي كنديروه على النار وكنخلي واحدة كيسخون كذلك كما لاحظتو معي يلا دهنتو بشية ديال زيت نباتي يعني تقريبا انا كي واحدة ملعقة صغيرة وكنبدو اكي نشكلو فالكوارات يمكنكو ما كيستخدمو جوج ديال ملاعق كما كان ديرانا يا كما يمكنكو دهنو اليد ديالكم غير بشوية ديال زيت نباتي وتكورو سردين ديالكم فطريقة را ساهلة وعلى شوالة اللي كتكون مهيلة كنبدو اكي نشكلو الحبات ديالنا بحالة اشكال هدايا وكنستعنوها كيا بملعقة ولا وسباتيلة بش كنقدوهم الجوانب هنا كما كتلاحظو معاي في الول درت حبة كبيرة ولكن رجعت ودرت ان بهد الحجم هدايا اللي كيكونوا صغيرين يعني كيجوا كيا زويني بهد الحجم هدايا وكل مره كندير شي حبة كنقددها كيا وسباتيلة من الجوانب ولا بالملعقة فالمرحلة هدي ضروري تكون عندكم شوالة مهيلة بشكال الحبات ما يطيبوش معاكم وانتم مازالين كتشكلو حتى كنعمرو الميقلات دينا ويعد كنرد شوالة المتوسطة كما كتلاحظو معاي وكنخليوهم حتى كيتحمرو من الجية دي الأسفل بعدما كيتحمروption دي الأسفل كندهنوهم كيغرب شوية دي الزيت نباتين كما كتلاحظو معايا وكنقلبوهم وكنخليواهم يتحمرو جية ثانية المهم هي أحبا إيه بنص طريقة وكنستعمر كما كتلاحظوا معاه بالنسبة للميقلات كل مرة كننطفوه يعني مكنخليوهش كما هو كنمسحوه كيبوح القطعة ديالتوب ولا كنغسله وعد كنرجوه كيندهنه بزيت نباتي وكنكملو بنص طريقة على بركة الله وهدي يكون الشكل نهائي ديالا وصفة اللي حضرت معاكم اليوم ولا السردين في الخلاط وضع ما شاء الله غنحل معاكم كيما كتلاحظوا معايا بالنسبة للسردين ديالنا را كنقبضوه كيف ليد ديالي ناشف يعني ما فيش زيت نهائيا يمكنكو ما كيتناولوه لما تخوفو منوك يعني الناس اللي كيف وضلوه شكل مقالي فهو ما كيجيش مقلي كيجي ناشف وما فيش الزيت نهائيا المهم يا احبائين اتمنى ان شاء الله اتنال اعجبكم الوصفة دياليوم وتحضروها وانا اكيدة الا جربتوها هتبقى ودائما نديروها ديالي للمدعكم اليك تمازالين كاشدوني حتى الها دقيقة شكرا بزاف للمتابعة ديالكم انتلقى ان شاء الله الفيديو اخر وصفة تانية مع سلامة